إن الدولة هي المسؤولة بصفة أساسية عن ضبط حدودها وضمان احترام حكم القانون وصيانة أرواح وحقوق مواطنيها ولذا فلا يمكن الاعتداد بأي دعوة أيا كان مصدرها أو دافعها من شأنها الدفع نحو هدم الدولة ومؤسستها حيث أن ذلك وبكل بساطة منها في كل منطق كما يتناقض مع التجربة التاريخية الحديثة التي عايشتها شعوب المنطقة مع التأكيد بالتوازي على حق الشعوب في تلبية طموحاتها المشروعة في الديمقراطية والتنمية في إطار الدولة الوطنية المدنية الحديثة ثانيا أتساءل بكل صراحة مع الأشقاء والأصدقاء ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب بحيث تتضمن كمكون أساسي مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الإدلوجية كعنصر لا يقل أهمية وكذلك منع التمويل والدعم المقدم لهم ووقف التحريد الذي يقومون به كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة وفي إطار هذه المقاربة وبغرض دمان إنجاحها لا يفوتني تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع أركانها وأنها لن تكلل بالنجاح حال عدم تكاتفنا جميعا لتنفيذها أو الوقوف معا بحزم أمام أي طرف يرفض تنفيذها تحت أي دعوة